السلام عليكم معاكم سيد من قناة أدع واستمتع النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا وهو تعلم اللغة الإنجليزية بطرق فعالة وجديدة النهاردة هنتكلم عن استخدام القصص في تعلم اللغة الإنجليزية ومش أي قصص هي قصص مسموعة ومقرؤة في نفس الوقت زي ما تكلمنا قبل كده عن الكتب الصوتية النهاردة تحديدا هنتكلم عن القصص القصص من أشهر الطرق في التعلم لأنها ترتبط بالذاكرة بشكل جيد جدا يعني أنت لو عايز تعلم ابنك حكمة معينة أو قيمة معينة بتحكيله القصة بيأخذ منها الحكمة ديت أو يطلع منها بالقيمة التي أنت عايز تعلمها اللغة الإنجليزية بنفس الشيء نحن هنستخدم المتعة استماع للقصة في تعلم اللغة الإنجليزية النهاردة عندنا موقع من الموقع المشهورة الجميلة التي استخدمتها على مدار سنواته واستخدمتها حتى مع الأطفال الصغيرين هو موقع ستوري نوري الموقع ذلك يقدم الكتب مقرؤة القصص تحديدا وفي نفس الوقت نص القصة يكون موجود قدامك فتقدر تربط اللي تسمعه مع اللي تقرأه فبالتالي بتطلع بوجبة متكاملة من اللغة الإنجليزية خليكم معي وهنتابع بالزبط إزاي هنقدر نمشي جوه الباب سايد وإزاي نتطلع أكبر استفادة منه خليكم معي رجعنا لكم تاني معنا دلوقتي هنكتب ستوري نوري في البحث عشان نشوف موجودة ستوري هذا الموقع بيقول تمام؟ عندنا هنا هوات أنواع القصص عندنا الوريجنال والفيري تيلز والكلاسيك وغيرها من الأنواع على سبيل المثال هناخد مثلا الكلاسيك يعني القصص الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها واسمعنا عنها القصص بتبقى زي حاجات تشارلز ديكنس واليسين واندرلاند وأسكار وايلد وغيرهم هنشوف مثلا على سبيل المثال اليسين واندرلاند طبعا قصة مشهورة ومعروفة هنا هوات بيعمله الفيريجن بتاعتهم بتبقى فيريجن صويرة شوية عن القصة الأصلية وفي نفس الوقت تبقى مبسطة وهي بيتم قراءتها في قصيرة جدا عشان تساعد الأطفال ان هم يتابعوا القصة معهم ما يملوش وهم قدي قدامنا هوات شابتر وان وشابتر تو بنقدر نخش على الشابتر اللي احنا عزينه قدي قدامنا القصة تمام ده اللي شابتر وان اقدر ادوس هنا هوات تمام نشغل القصة نسمع الصوت تمام وبعدين بتابع لو احابب ان انت تفصلها وتعمل مثلا صفحتين صفحة الصوت فيها يشتغل تمام من هم كده مثلا خلاص والصفحة التانية تقدر تقرأ فيها فهنا هو تقدر توقف الصوت في اي وقت تشغله وهنا تقدر تستعمل وزي ما قلنا لكم في فيديوهات سابقة ان اي كلمة بتكون صعبة علي اقدر اخدها كوبي تمام واروح على اي خموس انا منزله على الجهاز او اروح على حتى جوجل ترانسليت واقدر اترجمها يعني على سبيل المسال ادي جوجل ترانسليت تمام بحط الكلمة هنا هو على الاس واختر اللي هو الناحية التانية واقول له ترجم لي بيترجم الكلمة ويطلع لي معناها تمام نرجع تاني تجمل الاستماع والقراءة اتمنى ان تكون استمتعتم بشرح النهاردة وان شاء الله تستفيدوا جدا من هذا الموقع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة